شيفز نفسه أنا هرجع للدوري مرة تانية مع حضرتك لكن ماتش الفاينل فريق ممكن يكون مجهول شوية على مستوى التاريخ القريب بأنه يوصلش نهائيات بعكس الأهلي اللي ده النهائي التانية على التوالي والأربعتاشر في تاريخه يعني هو فريق دفاعي جدا قد يكون شبه اللي عمله المقاولين لكن بيعمل هجمات مرتدة من وقت للتانية دي مباراة تصفها بأن هي في متناول الأهلي ولا خطر فيها أي خطور على الأهلي لا فيه خطورة فريق وصلنا يا أفراقيا مهما كان أكيد عنده خطورة والمدير الفني بتاعناه لازم يعمل حساب للخطورة الكرة ملاش كبير الكرة لا تعترف إلا بالتسعين ديها في نفس اليوم تسعين دي على النجيل الأخضر هي دي كرة القدم لكن الفواري على الورق النادي الأهلي فواري كبيرة خبرات كبيرة قدرات كبيرة الأهلي يعرف يتعامل مع موقف نفسه متاع المبراء متاع يوم السبت فلكن أكيد الحسابات برضو تكون منطقية جدا جدا وهي يعني الجانب الفني اللازم أفصل فيه إذا كان الأهلي فالأهلي أنا من وجهة نظري أن يملك الخبرات اللي تخليه بأمر الله تعالى يقدر أنه يفرد أسلوبه وشخصيته لأنه اتعرض لمواقف كبيرة جدا وآخرة كمواقف صعب جدا جدا أهلي وزمالي في القهن ده مش سهل أن فريتين في مصري جواجه بعض بالحجم الفني خلال سين المباراة ويتفوق الأهلي في المباراة ده برضو فيه توفيه في نفس الوقت فالأصده أن الأهلي هو الأجهز السبت هو اللي ممكن ترشحه لكن أكيد الفريق اللي قدامه أنا معرفش طبعا قدراته إيه وحسابات مدربه إيه هيفتح هيقفل هيا بمرتدات الشق اللجومي بتاعه إزاي الشق الدفاع إزاي هقفل هقابل من الضغط متاعي هقابل إيه كرة القدم من حديثها النهاردة فيها كل حاجة فيها إذا كنت بتدور على هجوم من الحارس أو الواحد إذا كنت بتدور على الانفاع رأس حربة أو الواحد بيدافع فحاجات فيه اتجاهت كتير جدا وحديثة لكابتن هاني فهلا أصده أن لكن حسابات الأهلي من وجهة نظري هو الأفضل هو الأحسن هو المرشح للبقاء قد يكون كايزر تشيفز فريق تبقى للورق وتبقى لللي شفناه حتى في آخر المباريات متواضع بالنظر للأهلي بمقارنة بالأهلي يعني لكن هو أرقامه بتقول أنه تأهل النهائي ده رقم واحد رقم اثنين أنه من 14 مباراة 11 مباراة خرج فيها بكلين شيتس في البطولة الحالية وبالتالي أرقامه بتقول أنه دفاعيا فريق صلب وده اللي أكيد موسيماني هيشتغل عليه في المرحلة المقبلة لكن مباراة النهائي دي هيغيب عنها رسميا ناصر ماهر وأحمد رمضان بكم ليه؟ لأن الاثنين قرر الأهلي أنهما يتجهان إلى معسكر منتخب مصر الأولمبي مع الكابتن شوقي غريب بداية من بكرة كده بقى القرار واضح أنه في ستة من عندنا بتكلم على الأهلي يعني رايحين للمنتخب الأولمبي لكن بعد من خلص الفاينل لكن دلوقتي بعتنا اثنين مع أنهم مش يلعبوا الفاينل ايه رأيك في القرار ده؟ ناصر ماهر وأحمد رمضان بكم اه اثنين لعيب أكبر جدا ولعيب أمهمين جدا لكنه لا يفضل مصلحة المنتخب الأولمبي وده جانب تنظيم رائع جدا من مسؤول النادي الأهلي ومسؤول المنتخب الأولمبي ومش مصلحة المنتخب الأولمبي قد ما هي أنه إحنا مش محتاجينهم قوي زي الأربعة البقين مصبوط مصبوط هو ده فهم يروحوا في نفس الوقت الأربعة التانيين وده جانب تنصير كويس جدا والأمور تمشي الأحسن الأمطل ويستفيد النادي الأهلي والمنتخب يستفيد وتبقى كل أمورنا كويسة إن شاء الله منتخب الأولمبي